الصحة النفسية واحدة من المواضيع المهمة لتشغل بالكثير من الناس خصوصاً لما تأتي على مسألة المقبلين على الزواج أو من هم في دائرة الزواج ولكن الموضوع يمتد أيضاً إلى بيئة العمل فنشوف البعض من الناس يكونون تعبانين أو مزعجين وتسألها ويقولك أنا متضايق نفسياً هذا الموضوع بنتكلم عنه بشكل مفصل مع الدكتورة سهيلة غلوم اليوم في بودكاست بيت عامر يا مرحباً مسهلاً بيش دكتورة وحياك الله اليوم معنا الله يحييك شكراً بإستضافتي دكتورة اليوم نحن نتكلم في موضوع مهم يتعلق بالصحة النفسية بين المتزوجين في كثير من الأحيان يكون ساعات فيه اختلاف بين الأزواج ويؤزى هذا الأمر على المشاكل النفسية قبل أن ندخل في مسألة المشاكل والأمراض النفسية نبي نتكلم عن الصفات النفسية اللي فيها اختلاف شوي بين الأزواج أنهل فعلاً هذا الاختلاف النفسي في الصفات ممكن يؤدي إلى خلاف يتفاقم بين الأسرة ولا لا هذا ذكرتني بكتاب الرجال من مارس والمرأة من فينس هو فعلاً فيه اختلاف بالشخصيات بالصفات الشخصية بين الرجل والمرأة والاختلافات هذه لها أسباب كثيرة يعني هي ممكن تكون التربية ممكن كذا بس فيه اختلافات موجودة بالجينات وفيه اختلافات موجودة أصلاً ب يعني لما نتكلم عن النيورولوجي بعلم تركيبة الدماغ نفسها في فروق بين الرجل والمرأة فهذه كلها تنعكس على صفاتهم على مميزاتهم مثلاً الرجل يحب لما المرأة تشتكي له من شيء بيعطي حل على طوله خلاص بينما المرأة لا تبي تسمع وتبي تتكلم مشرط أن تبي حل بسئلة تقول لي بخاطرها فهذه كلها إذا ما كان الطرفين واعين أن هذا طبيعي هاي خلافات طبيعية موجودة ولا واحد فيهم يقصد أن ما يهتم بالثاني أو يقلل من أهميته تسبب مشاكل وعشان تشيري وايد نشوص يعني كملاحظة أن أول فترة زواج إيه أكثر فترة تصور فيها مشاكل ويصير فيها الطلاق عموماً ويصير فيها الطلاق عموماً أيضاً لأن الفترة هذه إيه اللي التوى قاعدين يتعرفون على بعض نعم نعم يعني واحدة من الاعتبارات أيضاً في هذا الموضوع الساعات نشوف أن ما في أيضاً تفهم حتى في الاعتلالات النفسية أو الأمراض النفسية عبي معنا مثلاً الزوج يمكن يشوف مسألة الاكتئاب اللي تمر على المرأة في أوقات معينة يقول أن هذا بس يعني هي قاعدة تدلع بالكلام العامي وهذا فهم خاطئ عن واقع الحياة والأمر كذلك أيضاً للزوجة تقول أنه هو اليوم عصب وغضبان وكذا وما تتفهم أنه موضوع ممكن يكون فعلاً هذا الرجل يعاني من بعض المشاكل النفسية كيف ممكن نرفع من سقف التفهم عند الأزواج أن يتفهمون هذه الطرابات أنا أعتقد لا علاقة بالوعي والوعي مسؤولية مثل هاللقاءات هذه وزارة الصحة وزارة الإعلام كل هالجهات هذه الطب النفسي يعني لما تكلم عن الصحة النفسية هي مو بس وزارة صحة مو بس مؤسسة حمد تنتشر على جميع المجالات فلما يكون فيه وعي أكثر أنه شنو شنو معنى اكتئاب شنو معنى قلق أو متوتر شنو معنى أن الواحد مزاجي مزاجة يتقلب مش رطة تكون طبعاً كلها أمراض نفسية ممكن يتكون أعراض فترات محددة الواحد يمر فيها بس إذا أنا مو فاهمة أصلاً أن العصبية هاي اللي عندها لأن زوجي قلق وخايف من شيء متوتر من السبب معين أو ما يبي يطلع ما يبي يسافر معنا لأنه عنده فوبيا من الضيران مثلاً عنده خوف من الضيران فتصير مشاكل أنت ما تسافر بيانا أنت ما تطلعنا أنت ما توديننا وهذه نشوفها وايد يعني اللي عندهم فوبيا من الأماكن المفتوحة أغرافوبيا مرت عليه حالات اللي يعني صارت لهم مشاكل وايدة لأنه ريال ما يتحمل أن يسوق سيارته ويطلع فالزوجة بالنسبة لها أنت ما قاعد تودينه ما قاعد تطلعنا وهو ما يبي يقول لها لأنه بالنسبة لها هي نقطة ضعف يعني ما أستعمل لها الكلمة بس هذا اللي يعني متعارف عليه فيفسرها على أنه نقطة ضعف شون يكون رياله أنا أخاف سوق سيارة ما يصير صحيح حتى ممكن أركب الطيارة البعض من الأحيان يكون عندهم الخوف يعني من ركوب الطيارة سبب مشكلة كبيرة يعني فهذه واحدة من الأشياء اللي لازم تفهم ولكن يمكن هذا يخلينا اليوم يعني إحنا قاعدين ندردش ولكن نعرف الصحة النفسية وإش هي الصحة النفسية يعني بشكل بسيط للناس يكون قريب ما هي الصحة النفسية نحن نسمعها دائما متكررة الصحة النفسية هي أن الإنسان يكون قادر يكون على درجة من التعافي والتوازن نقول النفسي والجسدي اللي يسمح له أنه يتأقلم مع المجتمع يواجه أي صعاب في المجتمع ويحقق ذاته مثلا قدراته يحقق ذاته نعم صحيح في كثير من الأحيان يعني البعض من الناس يستصغر أو يعني يقلل من أهمية تفهم ووضوع الأذى النفسي أو الوقوع فيه مشاكل نفسية وما إلى ذلك ولكن هل اليوم فعلا ممكن يصاب الإنسان بنوع من أنواع التراما الصدمة النفسية أو حتى اللي هو التراما بعد الكربي يعني البيتي أس دي يعني فهل فعلا هذا الأمر ممكن أن يكون موجود خصوصا لما يصبح خلاف زوجي مبني على عاطفة هل هذا ممكن يقع ولا لا البيتي أس دي أوكي التراما ممكن تصير بسبب موقف سيء شخص تعرض له بس كلمة التراما قاعد تستعمل أو الصدمة قاعد تستعمل يعني بالعامية بطريقة شوي مبالغ فيها مبالغ فيها صحيح فكل مشكلة تصير أنا انصدمت كل مشكلة تصير I'm traumatized تعرض حق التراما بسهم مو بها الطريقة يعني المشاكل العادية اليومية هذه ما تسبب تراما وما تسبب PTSD فالPTSD أو الطراب ما بعد الصدمة عشان نقول إن الشخص مصاب فيه لازم يكون تعرض حق الصدمة فعلا عرضت حياته أهوى أو أقرب الناس لها للخطر مش الصدمات اليومية بس الصدمات الثانية اللي تصير مش شرط إنه يوميا بس إنه تعرض لها بين وقت والثاني هذه ممكن فعلا تأثر على الحالة النفسية تأثر على السلوكيات تأثر على مزاج الشخص ويعني ويظل التأثير الفترة صحيح يعني يمكن العامل النفسي عامل مهم جدا أنا يعني أخذ من اقتباسات حق محمود درويش يقول أنا بخير في كلام مجازي له يقول أنا بخير مجرد يعني مجرد خدش مجرد كسر في الخاطر وخدش في الروح ويرد عليها الطبيب قال يقول أنت بخير لا شيء مميت مجرد خلع بالروح فإذن هذه واحدة من الأشياء أو كما قال يعني هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن تصف الحال أنه فعلا هناك أذى نفسي يترتب على وجود الوهن في العلاقة اللي يتصير بين الزوج وزوجته ولكن خليني أتكلم دكتورة اليوم هل معنات أن الأزواج الميكون في بينهم تقارب نفسي وأيضا في تفهم نفسي هل معنات أن صحتهم نفسية رح تكون أفضل طريقة تعاملهم مع الحياة الكواليتي رح يكون أفضل طريقة تربية الأبناء رح تكون أفضل ولا لا أكيد طبعا مو بس التقارب النفسي هو العامل الوحيد ولكن عامل أساسي لأنه إذا كان فيه تقارب نفسي لو في خلافات بأشلاء ثانية أهما نفسيا على درجة من النضج والوعي كادرين أن يحلون الخلافات الثانية هذه بس إذا كانوا مثلا متقاربين أكاديميا متقاربين مهنيا ولكن نفسيا متباعدين ما رح يقدرون يتوصلون حق حلول لأي خلافات ثانية بينهم فترع أنا شوي لا عادي لا عادي أهم يعني لما يصيرون بينهم لما يكون فيه تفاهم نفسي أهم الاثنين يقدرون يحلون مواضيع الحياة بشكل يعني فيه نوع من أنواع تفاهم يعني تفاهم موجود بينهم بالضبط يقدرون يحلون الحياة أكثر وبعدين حتى يصير فيه تفاهم بينهم حتى على يعني مثلا إذا عندهم أبناء تربية الأبناء أمور حياتهم اليومية أهدافهم المستقبلية كأسرة فلما يكون فيه تقارب نفسي كل هالأشياء هذه تكون أسهل يعني الأمور تمشي بسلاسة أكثر إذا ما كان فيه تقارب النفسي بهالصورة هذه حتى الشغلات اليومية تصير نزاع صعبة جدا اختيار أي مدرسة أودي فيها عيالي مثلا هذه صارت مشكلة أو صارت نزاع لأنهم مو متفاهمين على المستوى الأساسي نعم نعم صحي ولذلك حتى يمكن سآت تصير واحدة من الأشياء اللي ممكن تفسر على هذا النحو هي مسألة الكيمستري اللي يصير بين الزوجين في بداية اللقاء الأول فهذا موضوع مهم جدا الصراحة على يعني من يتقدم إلى الخطبة أو مشروع الزواج فعلا يجد نفسا أنه مرتاح في اختيار وانتقاء شريك الحياة ويبادلها أيضا بالمثل ولكن اليوم هل احنا نقدر نقول أن مسألة يعني أيضا مسألة متكررة اللي احنا نشوف فسالفة اللي هو البرود العاطفي اللي تصير بين الزوجين طيب شو مشكلة البرود العاطفي أو ما هو مصطلح البرود العاطفي اللي تم يستخدم بشكل كبير في الأونة الأخيرة أو حتى الطلاق العاطفي مرات يسمى يعني الطلاق العاطفي يصير عقب البرود العاطفي بالبداية هو بالضبط اللي أنت قلت عنه لما ما يكون فيه كيميستري ما صار فيه قبول بين الطرفين وللأسف يعني أحيانا حتى لو كان في البداية ما فيه قبول شوي شوي ممكن يعني إذا كل واحد فيهم عطى فرصة لنفسه وعطى فرصة للطرف الثاني ممكن يبتدي يشوف جوانب إيجابية يبتدون يشوفون أشياء مشتركة بينهم يبتدون يحاولون يوصلون لأشياء مشتركة بينهم الأمور تتحسن مع الوقت بس بحالات كثيرة خلاص من البداية يصدون وما يحاولون تعرف يعني الأثنين أو واحد من الطرفين يستسلم خلاص أنا مش متقفل الثاني يترك بالضبط هنا يصير البرود العاطفي يصير البرود النفسي بين الأثنين الطلاق العاطفي ممكن يكون بالبداية بس أحيانا يعني غالبا يكون مرحلة متقدمة أنه ممكن يكونون أهما بدأ وحياتهم عاديين وصار فيه قبول وصار فيه كيميستري بينهم وكل شي بس ما اشتغلوا على أنه أهما يعززون العلاقة هذه يعني بالإنجليز يقولونها يعني أنه يأخذون أنهم يأخذون مجموعة أنه تعرف خلاص أو زوجي ضامنه مسلمات تصير بضغط مسلمات تصير فما يحاولون يشتغلون على العلاقة هذه بينهم ما يحاولون يشتغلون على التفاهم النفسي على المودة اللي بينهم الحب أنه يستمر وما يخمد فشوية شوية يصير بعد بين الأثنين لغاية ما يصلون للطلاق العاطفي فنشوف كل واحد عايش حياته بروحه بس تحت سقف واحد تحت سقف واحد يعني يمكن تكون أقرب إلى المجاملة المجتمعية وبين مزدوجين يعني أفضل أنه لا يتم استخدام هذا المصطلح ولكن يعني للأمانة لما تجين تسألين دكتورة وتشوفين أغلب الناس اللي يدخلون في بوتقة الزواج واستمرارية الزواج صراحة كل واحد منهم وده بالاستقرار وده أن يعيش لحظة من لحظات الحب ولكن اليوم يمكن مسألة الاعتماد أنه مثلا أنا أثق فيها هي تثق فيني نقدر نسولف مع بعض نقدر نتحاور أنا مش كأني زوجها أنا كأني صديقة هي تشكيلة وأنا أشكيلها هذا الشيء يمكن يذكرني بكلام ابن الفارض يوم يقول وإني لما عملت إليك اعتدلت وفي ميدي إليك حسن اعتدالي فهل فعلا الشعور بالألفة بين الزوجين ممكن يخلي العلاقة هذه تستمر أو كيف ممكن نعدل من مسألة اللي هو البرود العاطفي خليهم أصدقاء رابع يعني الشعور بالألفة أكيد أنه يحسن العلاقة ويساعدها على أنها تستمر بطريقة إيجابية الشعور بالراحة ناحت الطرف الثاني حسن الإنصات حسن الاستماع لما من الطرفين يعني سواء المرأة أو الرجل وللأسف يعني راح أطلع شوي يمكن على المحور نفسه اللي هو حاليا استعمال التليفون وكذا يعني نشوف الناس طالعين ويا بعض أثنين ريالة زوجته وشباب صغار يعني تخيلهم أن تهوم الزوجين ما ظل واثنين هم قاعدين كل واحد بالمطعم وكل واحد على تليفونه فهذه الأشياء هذه يعني أوكي تعرف ما تساعد على أن العلاقة العاطفية تستمر وتنمو لما كل واحد فيهم يبتدي يعيش حياتي يعني أنا أذكر مرت علي واحدة تقول لي أنا من البداية قلت حق زوجي أنا الويكند حق صديقاتي طب هل هل أنت صغيرة تو هتب تتزوج هل مفاهيم هذه الغلط اللي قاعدين نكتسبها للأسف ما راح تساعد إنه يعني إذا أنت كل ويكند قاعد تطلعين ويا صديقاتك أنزين أنت منت قاعدة ويا أثنينكم تشتغلون متى بتجابلين البيت متى راح تعطون حق نفسكم فرصة تتعرفون على بعض طريقة أقرب وأقوى سيعني يعني تحسيننا فيه التأثير يعني تأثير العالم الرقمي يمكن أثر على جودة الحياة الزوجية أعتقد يعني بشكل كبير جدا بشكل كبير جدا خلينا نتكلم شوي بتحكم نوعا ما هو العذر يعني على استخدام هذا المصطلح ولكن اليوم لما نقول سقف المقارنات وسقف التوقعات أيضا اختلف ميزانة فصار خلينا نثير قريحة العقل والتفكير ونقول أن الناس صارت كلها تابية الأحلام الوردية اللي تشوفها كأنصاف الحقيقة في السوشال ميديا طيب كيف نردهم نقول لهم ترى اللي تشوفونها كلها جزء من حياة فرد لكن أنت في البيت أنت عندك بيتك وزوجتك وأهلك عندك مقدرتك هذا هو السقف كيف نقدر نقنعهم أن هذه هي الحياة مش اللي أنت تشوفها صعبة بصراحة لأن السوشال ميديا صار يتغلب على الحياة بطريقة كبيرة وللطرفين للذكر والرجل والمرأة يعني حتى بس صار في محاولات واعب بالسوشال ميديا نفسها في مصححين في مصححين يعني أذكر مرة مرة علي فيديو أنه قاعد يراهوننا الكابولز المتزأثنين ويا بعض وشلون متزوجين وشلون يعني الحياة حلوة ومبتسمين وورد وهدايا وما أدري شنو ومن يوقف التصوير كل واحد يدير ظهر على الثاني فهذا أوكي ما أقول له الدرجة بس أنه يعني هذا الواقع الحياة مدائما وردية الحياة مدائما يعني هدايا ومفاجآت وعيد ميلاد وما أدري شنو وعيد زواج وهالأشياء هذي فأنا تروا لي من الأساس يعني الأبوين التربية الأم والأب بالتربية أنه نميه الشي بعياننا أنه ترى الحياة مسئولية الزواج مسئولية مو واحدة عجبتني ولا واحد عجبني وخلص أنا أبي أتزوج لأنه شفت بالسوشال ميديا الأساس المتزوجين وشلون حياتهم ويعني نعلمهم شنو الأشياء الإيجابية الأشياء السلبية التوقعات شنو السقف التوقعات مثل ما تفضلت شنو في بعض يعني أنا أعتقد ميليسيا I think مش متأكدة اللي يعني سوه اللي هو الكورسات برامج المقبليين على الزواج وأيضا قطر في أن جنة الآن يعني في طوار فيها الحين بس ما أدري بصراحة لأي درجة يعني يطور بس أدري أنه فيها فهل الأشياء هذه تساعد ممكن يعني حتى ما أدري يعني هي فكرة الحين أتب بالي أنه الشيوخ الدين نفسهم اللي يزوجون المطوع نفسه مفروض يثقفهم تفسده يثقفهم بالضبط يعني لو مجرد يعني تشم كلمة بس أنه يمعيهم والتركيز على السوشيال ميديا يعني أنا أعتقد ما نقدر مهما تكلمنا عن سلبيات التكنولوجي ما نقدر نتجنبها نتعايش معها نتعايش معها وشلون نستغلها ونحولها إلى إيجابيات إلى صالحنا نعم هذا الكلام مهم جدا يمكن أيضا حتى الجانب الآخر يمكن الصراحة فهم الأذى النفسي يمكن يكون غائب نوعا ما عن المجتمع نحن اليوم ما نتكلم صراحة عن الأذى الجسدي أو العنف وما إلى ذلك لا لا اليوم نتكلم عن الأذى النفسي الكلمة الابتسامة النغمة التون اللي يطلع حتى أثناء تدفق الكلام النظرة بيود وما إلى ذلك هذه كلها واحدة من الاعتبارات ولكن هل يتضرر الإنسان تضرر النفسي ولكن الكلام محكم الآن بين الأزواج هل فعلا يتضررون بشكل نفسي إن كان هناك نوع من استخدام هذه الإيماءات بشكل متعالي أو في غير محلة صحية أكيد لأنها تحطم يعني تحسس بالدونية مرات بالضبط هاليا يقول يعني إذا واحد من الطرفين دائما يقلل من شأن الطرف الثاني يتهكم كلامه ما يسمع له ما يحترم رأيه يجاهله تحسس بالدونية ومع استمرارها يعني هو ممكن نقول إن شغلة بسيطة والله ما يسمع كلامها خلاص خط تنشى خط تحكيرها أو بالعكس بس لما تكون بصفة يومية وأشياء مصيرية بالنسبة للحياة الزوجية بالنسبة للزوجين وما حد فيهم قاعد يسمع الثاني أو ما في حتى وش رطب قرارات يعني مثل ما كنت تقول حتى بالنظرة بالإيماءات ما في نظرة مودة ما في كلمة شكر ما في كلمة تقدير يعني لا بد أنه يوميا تستمر بهذه الطريقة لا بد أنه راح تأثر بالحالسية ويدخلون حتى باكتئاب ويدخلون بقلق ونحن نتكلم عن الاكتئاب والقلق أيضا بعد شوي ولكن بسألك بأمانة دكتورة من الذي يذكي العاطفة في العلاقة الزوجية هل الرجل أو المرأة الحين أنا وأنتي في نفس التخصص نوعا ما أنا ما أخذ جانب الرجال وأنتي جانب النساء فهل المرأة هي لهذا الدور الأساس أنه ممكن الزوجة تروح تكتب مثلا كلمة اتهز كيان للرجل خليه يلتفت لها بناحية حنية بإيجابية الرجل ممكن يقوم يلمس يد الزوجتها ولا يمزح معها ولا يضمها يعني وبهذه الطريقة من اللي يبدأ من اللي لازم يبدأ بأمانة في عقلكم أنتوا كنساء وانت دكتورة في هذا المجال سؤال صاحب بأمانة نقول أنه رأي يعني لا هو علميا كالمبادرات العاطفية من من؟ المرأة المرأة إذا هذا الكلم وجه إلى معشر النساء اليوم إلى معشر النساء بس بس المرأة أكثر بأنها تدلل تدلل على الزوج الرجل يعني أنت كنت تقول مثلا لمسة كذا هذا يعتقد الرجل والذي يبادر فيها فالطرفين بس كل واحد بطريقة مختلفة بس دائما يعني مثلا لما نتكلم عن العلاج الزوجي المارتال ثيرابي أنا براي أننا أحنا بمجتمعاتنا الأزواج عادة ما يرضون يكون صعب يعني الكبر الثرابي صعب جدا بالضبط فأنا دائما نقول حق للنساء أنه أوكي تعالي أنتي خلينا نشتغل عليك أنتي وفعلا تفرق تفرق لأنه هو لما يشوف يعني هش اللي يصير في البداية ممكن تكون هي تبين عاطفة وكذا وهو صدها أو كان وهو صدتها شوي شوي الأمور يصير في بينهم البرود العاطفي شوي شوي بعدها وخلاص كل واحد عاش حياتها فلما يشوف أنه هي شوي قاعد تغير قاعد تقرب صوبة وهو أيضا رحيلين معني البني آدم سواء رجل أو مرأة تقصيراً إذا هي قربت صوبة هو رحيلين يعني هو رحيلين والعكس أيضاً صحيح بس عادة أن هذه الأمور أسهل التعامل مع المرأة فيها وأسهل للمرأة أنها يتبادر فيها عن الرجل يعني لما نجي نتكلم هل يتم معالجة هذا الأمر قبل الدخول إلى عالم مثلاً علاج المعرفي السلوكي العلاج الجدلي السلوكي كانت نوع الحالة التي يتم استقبالها ولكن هل معناته التواصل الآن المفتوح أو الإيجابي بين الزوجين أهو يمكن يكون أحد الحلول الناجعة لحل الشروخ العاطفية بينهم وكيف ممكن يكون هالشيء يعني كيف نقول لهم كيف لازم تسوي حق زوجتك كيف أنت لازم تسوي حق زوجك يعني هل فعلاً تأكلينها ويستالس هل أنت تفسدينها هدية يعني الآن أنا قاعدة أضحك بس الأشياء هذه فعلاً تفرق وهذه هي لهذا أي يعني هي فعلاً تفرق أحياناً أشياء بسيطة جداً جداً لو بس جهستي لا تكلمينها جهزي للطاولة بطريقة حلوة طاولة الأكل بطريقة حلوة وجذابة وحطي ورد أوكي ممكن نقول للنساء أول مرة راح أتأثر فيه راح دغدغ شيء بمشاعره الحوار كنت أسأل عن الكلام أنه يتحاورون أكيد مهم جداً جداً بس وداماً التركيز على الحوار والتخاطب بين الطرفين بس أنا بصراحة برأيي الشخصي أنه بالغرب فيه تركيز وايد على الكلام بين الزوجين أحنا معظم علاجاتنا قاعدين ناخذها من النماذج الغربية لأنه ما في أشياء طلعت من العالم العربي أو الإسلامي حتى معنا بدأت الحين شوي بس ما في لها الدرجة فأنا اللي أشوفه أن الحوار بالصورة اللي يتكلمون عنها بالغرب ما تمشي هنا معنا للدرجة مشكلة بحذا فيها الأمانة مش بحذا فيها بالضبط يمكن مع جيل الشباب الأصغر شوي أكثر لأن هذين أصلاً متفتحين على الغرب بطريقة أكثر بس إذا بيحق ناس بالأربعينات أوكي شباب الأربعينات طبعاً بس أنا بالأعمار هذه أربعينات الخمسينات بيحاول ألزمهم أن يتكلمون مش شرط أنه رح يفرق بياهم فهذا التواصل الغير لفظي ممكن يساعدهم أكثر ويكون أسهلهم ويكون هذا اللي احنا تكلمناه الإيماءات ومساعدة الكلمات تعبر يعني الهدية البسيطة وكذا يعني أذكر يعني أن الإنسان فعلاً ممكن يتأثر بأبسط الأشياء يعني ممكن أعطر ممكن أي شيء بسيط جداً يعني يكون واقع على نفس الإنسان وهو المقصود في الأمانة الامتنان يعني أعتقد هل هي ثقافة الامتنان موجودة بين الزوجين أو لازم تنوجد حتى تستمر للحياة وإن كان الشيء بسيطة وكثير حتى ما أقول إنه مش موجودة بس ما عندي الكل وجزء كبير من السبب حالياً هو ما سوى لشيء هو ما يعطيني هو ما سوى لشيء ما يعطيني لأنا قاعد شوف بالسوشيل ميديا نرجع حق السوشيل ميديا شنو اللي قاعد يصير فهم معتبرين أن هذا هو الأساسي لما واحدة تصور عيد ميلادها وريلها تارس لها البيت كله ورد ومن أول ما تفتح الباب ورد وباللونات وهذا من الحياة الواقعية هذا استثناء ونحن نقول استثناء يؤكد القاعدة هذا أمر فقهي بالضبط بالضبط نعم فهذه الحالة يعني أعتقد ما بأعمم ولكن أعتقد أن الـ Younger Generation الأصغر سنن هذي وهم اللي الامتنان عندهم صار أكثر شيء مادي توقعات مادية مادية وأكثر يعني حتى لو يبلها هدية عطر أنا أبي جنطة ماركة صحي تعرفين نهاية هذه صارت التركيز على الجانب المادي صار كبير للأسف للأسف طيب إحنا خلينا نتكلم دكتوري ممكن تكلمنا بإسهاب في هذا الموضوع بين الزوجين ولكن خلينا نتكلم في المحور الأخير وهو اللي يتعلق أيضا بالسايكوسوماتيك التأثير النفسي العضوي اللي متعلق بالصدمات النفسية اللي ممكن تصير بين الزوجين هي تجي تكتشف أمر معين بدون ما نعطي يعني تسمية للأمر اللي صار أو هو يكتشف أمر معين وش الإطرابات النفسية اللي ممكن يعاني منها أحد الزوجين مكتشف لهذا الابتلاء أو هذه المشكلة أي إن كانت المشكلة اللي موجودة بس حتى نوصل للناس صورة أن ممكن الإنسان يمرض بسبة أي صد بنفسية تكون موجودة طبعا فقد نتكلم عن الأنكزايتي مثلا أسبي المثال أو مثلا الأنكزايتي اللي هو القلق الاكتئاب أثنينهم يعني ماشينوا يا بعض بصراحة وأثنينهم بصفة عامة يعني منتشرين بالعالم كله بنفس الدرجة تقريبا يعني الاكتئاب شوية أكثر بس القلق والاكتئاب هم الشغلتين اللي أكثر شي يصيرون ممكن للناس اللي يكتشفون شيء معين عند الطرف الثاني أو تعرضوا حق صدمة مشرط أنه على طول راح يدخلون باكتئاب أو قلق فيه اعتبارات كثيرة في جانب وراثي فيه اعتبارات شخصية يعني التطور الشخصية عندهم قدرتهم على تحامل الصعاب قدرتهم على عندهم رزيلينس شلوان يكون عندهم رزيلينس بالضبط رزيلينس وكوبينغ سكيلز شلون أتأقلم مع الصعوبات هذه بس فيه ناس اللي ما يقدرون أو بالرغم من أنه عندهم رزيلينس عندهم مرونة عندهم أو يعني قدرة على مواجهة المشاكل بس لما تكون مشاكل مستمرة وتتراكم تتراكم خلاص الإنسان بالنهاية قدرات ويفقد ما يقدر فهذه اللي ممكن يكونون معرضين لقلق أو اكتئاب حتى وقتها في درجات يعني ممكن تبتدي باكتئاب بسيط إذا الطرف نفسه الزوج أو الزوجة انتبهوا عليه هل هم انتبهوا عليه ساعدوهم ممكن يتغلبون عليه بدون حاجة إنه يلجئون لمختصين للعلاج بس إذا أهمل راح يتطور ويدفاقهم ويوصل لدرجة الاضطراب اللي هو المرض في ساعة صحيح في اضطراب القلق أو اضطراب الاكتئاب نعم نعم هذه واحدة من الأمور المهمة ويمكن هذا تخلينا نوصل إلى معينة أنه لا يوجد أي حد ممنع من الإصابة من الاضطرابات النفسية أو المشكلات النفسية هذا الآن يفتح محور آخر اليوم تكلمنا في محور الصحة النفسية بين الأزواج وبين أفراد الأسرة ولكن اليوم أيضا على صعيد العمل هناك أيضا صحة نفسية ويتأثر منها أيضا العاملين في هذا المكان بشكل ما تؤثر على جودة الإنتاجية بالعمل بسبب الإضطرابات النفسية ممكن تصير بسببة الضغط النفسي فخلينا نتكلم عن الضغط النفسي المقرون بسوء التصرف وليس بزيادة أعباء العمل سوء التصرف من سوء التصرف إن كان من مثلا الموظف من مدير من مسؤول إلى كذا إلى كذا غير لما يكون من أعباء العمل أعباء العمل هو داشة شغل يدري أن هذا تعب صح صح هو الضغط النفسي أو اللي هو الضغط النفسي الخاص بالعمل هذا موضوع كبير جدا جدا وصار فيه وعي عليه أكثر بالسنوات الأخيرة يعني صار فيه يعني لدرجة سنتين ثلاثة وراء بعض منظمة صح أو مش منظمة صح الـ الـ اللي هو الاتحاد الدولي للطب النفسي أو الصحة النفسية كان يركز عليه في اليوم العالمي للصحة النفسية الصحة النفسية في العمل لأنه ما كان فيه وعي له لهذه الدرجة فالسنوات الأخيرة ما المقصود فيه؟ ما المشار هنا يعني إليه؟ ما المقصود فيه؟ ما المقصود في الصحة النفسية في بيئة العمل؟ الصحة النفسية في بيئة العمل هي يعني أو الضغط النفسي في بيئة العمل لما الضغوط اللي يتعرض لها الموظف تكون زادت أو فاقت قدرتها على أن يتأقلم معاها فتبتدي يتأثر على أداء الوظيفي أداء الاجتماعي أداء بالحياة بصفة عامة وجذوة الحياة بصفة عامة فمن ناحية الشغل صحيح مثل ما قلت لواحد لما يشتغلهم متوقع أنه بيكون في ضغوط بيكون في تقلبات في العمل وكذا بس فيه أشياء كثيرة ثانية غير نوعية الشغل نفسه اللي تسبب ضغوط العمل فيه أشياء لها علاقة بالموظف نفسه فيه أشياء لها علاقة ببيئة العمل فيه أشياء لها علاقة بالمسؤول وتواصلة مع الموظفين communication skills وحتى الترينيج يعني مثلا لما أنا أقول حق أحد يشتغل عندي أنه بالطب مثلا روح أسحب دم من المريض هذا طبعا أنا ما دربت للدكتور هذا شلون يسحب الدم خليته تحت ضغط كبير وهو خايف أنه يفشل جدامي وأنا مسؤولة عن تقييمه فهذه رح تسبب لضغوطات فلما ما يكون فيه تدريب لما ما يكون فيه صورة واضحة أن شنو أنت طبيعة عملك شنو المتوقع منك شنو اللي لك شنو اللي عليك شنو حقوقك شنو واجباتك بضغط لما هذه ما تكون واضحة هذا يسبب ضغط نفسي لما يكون فيه تغييرات كثيرة يعني وهذه صارت بالذات وقت الكوفيد صار فيه لخبطة كثير بالشغل غير طبعاً اللخبطة اللي بسبب الكوفيد نفسها والكورونا صار فيه أنه يعني فيه ناس كثير فقده وظائفهم قلت الوظائف المتوفرة بكل مكان عدد الموظفين قل فصار الموظف وهو مسؤول عن أكثر من شغلة فهذه بدأت تسبب لهم مشاكل بيرناوت اللي هو الضغط النفسي الضغط والإجهاد النفسي طبعاً الضغط والإجهاد النفسي حتى يأثر يعني إحنا لذي ربطنا الموضوع إحنا نتكلم في جانب أسري بالتأكيد ما يحدث هناك يعني ينأك سلباً أو إيجاباً على المنزل يأثر على جودة الحياة ويأثر أيضاً حتى على العلاقة العاطفية بين الرجل وزوجته يعني يكون يمكن أحد هم ما يقدر يستحمل أيضاً الكلام العادي اللي يصير يكون قد امتلأ الكأس وفاضل كيل يعني كما يقال ولكن هل إحنا نقول أن حتى نقلل من هذه المشكلة البرناوت اللي تصير بالدوام سواء كان في مثلاً ميس مانجمينت حق المشاعر اللي موجودة أو حتى طريقة الليدرشيب ستايل أو الموظف مش عارف يمشي يعني هل معنات أن نحنا ندعم مثلاً آليات العمل الميرن على سبيل المثال أو الفريندلي بوليسي كما تسمى هل هذا يعتبر أحد الحلول الناجعة في هالموضوع أم لا؟ بدون شك وأنا أشجعت جداً جداً وأقدر أتكلم من الحل السريلياية كلنا ودناها الشكل على موضوع المرونة بالعمل الدوام الجزئي الدوام الجزئي لأن أنا بنفسي جربته نعم أنت ليش قصة دكتورة؟ أنت قلت لي إذا تبين تقولينها أنت تقدري تقولينها عادي ما عندي مشكلة أنا تدربت في بريطانيا نعم فبعد ولادة بنتي ثالث واحدة من عيالي اللي كان مسؤول عن برنامج التدريبي وهو بنفسه ناداني كان ثاني ثالث يوم دوام قال لي أنت ليش ما قدمتي على طلب دوام جزئي؟ قلت له ما أدري أنا ما كتدريش القصة أصلاً ما كتعارفها شنو يعني أوكي كتسامع عن دوام جزئي وأدري أنه في معانا ناس يشتغلون دوام جزئي بس ما كتأدري أن لي هالحقية هذي وتحفي وقتها كصغار بالعمر أنا بنخلص بسرعة هنا بنرجع دي ردنا وكذا ما كان ببالي أنه دوام جزئي فواهي تشجعني عليه يعني وشوي بإلحاح حتى أنه أحسلت وكذا 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 فعقوبها اكتشفت أنه هناك وأنا على طول وافقت لأنه فعلاً فرق بحياتي 180 درجة يعني قدرت أجاب البيتي قدرت أجاب البنتي وقدرت أجاب الشغلي وبدون أي تقصير بأي واحد فيهم قدر الإمكان طبعاً بس أيضاً اكتشفت أنه هناك عندهم مثل بلاك يعني مثل درع يعطى للمستشفيات كان يعطونهم أورد يعني يعطونهم أورد للمستشفيات اللي يسمونهم فاميلي فرندلي هسبيتل أن هذا المستشفي يشجع الأسرة حتى يعني نفس المستشفى هذي اللي اشتغلت فيها كان عندهم حضانة لأطفال موظفين المستشفى فبنتي وأنا أداوم وهي بالحضانة اللي يمي يعني إذا بتطمن عليها أقدر خمس دقائق أروح أطمن عليها وأرجع مرة ثانية ففعلاً وايد وايد سهل فأنا وايد يعني أشجع فكرة الدوام الجزئي هذا رح يحلم مشاهدة العمل المرنة لأنها تندرج تحتها أكثر من سياسة يعني حتى المرونة التوصيل خصوصاً أيام بدارس يوم تتكلم عن تيرن أوفر هذه مشكلة محدة تصير فأنتي تخسرين كفاءات دكتورة ساعات من بيئة العمل وخصوصاً لما تأتي الكفاءات يعني في المجتمعات مثلاً يغلب فيها القوة العاملة منها النساء هم المتعلبين بشكل كبير فلما أنت تقولين أن هؤلاء النساء أن ما عندهم يعني مرونة في العمل أو ترتيبات العمل المرن هنا رح يناكس بأكيد بشكل سلبي خروج هذه الفئة العاملة والمتعلمة بشكل كبير جداً من بيئة العمل وهذه مشكلة كبيرة جداً ولذلك يأتي المفهون يتفضل تيفيه أو أن تكون إهي مضطرة أن تشتغل ما تطلع من بيئة العمل مضطرة لأسباب مادية وكذا ولكن ما يصير لها في البيت؟ فيصير على حساب بيتها يصير على حساب مشاكل بالبيت إذا ترجع البيت خلص تعبانها ما تقدر تجاب الزوجها ما تقدر تجاب العيالها يعني يعني أنا أذكر واحدة من المرات اللي كانوا يشتكون واحدة من الأماكن على أن الموظفات يأخذون دائماً يجبون إجازات مرضية إذا عيالهم مرضى يجبون أول يوم دوام أول يوم مدارس يستئدنون وما يدومون طيب شنو متوقع؟ هي أم يعني يعني يا الأب يأخذ إجازة أو الأم واحد منهم لازم يكون مع العيال يعني نحن نشتيكي أن العيال يكونون عند الخدم طب خلينا نشجع الأسرة أن ما تضطر تخلي عيالها عند الخدم ولذلك هذه واحدة من الفلسفات المهمة أيضاً اللي اتبناها كثير من المؤسسات يعني حتى هنا في قطر عندنا كثير من المؤسسات عندها مثل هذه السياسات ولكن أيضاً يأتي الموضوع حتى على تبني هذه الفكرة لأن أنت في أندلتش أولد سكول من يعني متبنين الفكرة القديم لديهم صعوبة يقولت لا والله هذا يمكن يروحي لعب ولا يطلع ولا هذي تطلع وما تهتم استثناءات لا تبنى على القاعدة هذا أمر متفق عليه أنا ودي أسأل جدكتور بعدين أخبر أقولتك بس يعني أمه يعني أنت بالنهاية الراتب اللي راح تعطي حق الشخص هذا على أداء قد إنتاجه إنتاجه نعم فخلاص صحيح ويعني كل الدراسات اللي أنا قريتها ومرت عليه أن الدوام الجزئي هذا part time في جوب شير كل أنواع المرونة بالعمل هذه ما أثرت على الإنتاجية ما نحط الاستثناءات مثل ما تفضلت ولكن بالصفة عامة ما أثرت على الإنتاجية ودليل لأنه يعني في دول اللي حين الويكند صار عندها ثلاثة أيام معناها ما يفرق صحيح صحيح هو أكيد يعني في بعض الأحيان تحتاج الأمور إلى روية في عملية التغيير ولكن اليوم حتى انجنسا نتكلم عن بيئة العمل وأيضا ترتيبات العمل المرنة في كثير من الأمور اللي ممكن يعني عدم ترتيبها وعدم عملية الاتزام فيها تخلق مشكلة نفسية للأزواج نفسهم يعني الاسترس مقرون أيضا بزيادة الوزن عدم جودة النوم اضطرابات ومشاكل أيضا في الجهاز المناعي وما إلى ذلك على النساء تغيير طفرات هرمونية تصير عندهم فخم تكلم شوي على هذا الجانب اللي لازم نحن نزيد في عملية الوعي ومن خلاله أيضا ندق ناقص الخطر أن يا جمعة الخير ترى أي إنسان ممكن أن يمرض بسبب عدم عملية عدم وجود عملية الاتزام الصحيحة بين العمل ومتطلبات المنزل نعم بين العمل ومتطلبات المنزل أيضا هذا يعني يرتبط بالساكوسوماتيك اللي ذكرت منه شوية يعني واحدة من واحدة من أعراض خنقول ضغوط العمل أن يبتدي الموظف مو بس يهم العمل وهي يهم البيت حتى ما يكون قادر على الإنتاج لا بالبيت ولا بالعمل مرحلة هروب مو قادر يأدي مرحلة هروب بالضبط ففي شغلة اللي يسمونها بريزنتيزم يعني في أبسنتيزم بريزنتيزم بمعنى أن اللي هو تغيب على العمل بريزنتيزم هو موجود قاعد يداوم بس ما قاعد يسوي شي موجود في البيت أو هي موجودة في البيت بس ما قاعد يسوي شي مقادرة تسوي شي بس صورة موجودين ولما يتفاقم القلق هذا أو الاكتئاب أو الضغط النفسي بغض النظر قلق أو اكتئاب يبتدي يظهر مشرط أن الشخص الزوج أو الزوجة يقولون أنا حاسب ضغط نفسي مشرط يقولون أنا حاسب قلق أو اكتئاب بالذات الناس اللي ما عندهم وعي نفسي لهذه الدرجة عادة ما يستعملون الكلمات النفسية ما عندهم المفردات فتظهر عندهم بصورة أعراض جسدية الصداع الدائم الصداع النصفي الصداع النصفي أكثر أسباب الصداع النصفي الضغط النفسي أكثر أسباب الشد العضلي الضغط النفسي ومو بس الأشياء اللي يعني تكون مؤقتة الضغط النفسي ممكن يسبب أمراض مزمنة بما فيها الضغط الدم أمراض القلب السكري الأشياء هذه كلها حتى السرطان السرطان واحد من أكثر أسباب الضغط النفسي وبنفس الوقت بطريقة ثانية يعني أن اللي عنده مجتمعاتنا الضغط والسكر وايد من تشرين فهذا لما يتعرض لضغط نفسي كنترول أو التحكم بنسبة السكر عنده تتلخبط ففجأة يعلى عنده السكر وايد أو يبتدي يصعد وينزل ضغط الدم يعلى وايد معنى هو على أدو كنترول هذا كله بسبب الضغط النفسي حتى أيضا في دراسات تبين أيضا حتى يصبح عند البعض من الأحيان البعض يصاب بخمول في الغدة النخامية وتأثر على كل الهرمونات في إنتاجها للثيروكسين اللي ممكن يطلع منها هذه واحدة من المشكلات الكبيرة الصراحة واللي يدخل فيها أيضا هاشيموتوز يعني بطرفها وبآخر في هذا الموضوع أنا ودي أتكلم اليوم طيب الآن ناس تعب كل هذه الأمور طيب ما في حل جذري أن يكون فيه شوية التفاهم موجود أن الناس تهون على نفسه يعني ما رافق الرفقه شيئا إلا زانه وما خلا من شيء إلا شان الأتدال المطلوب حل جذري للضغط النفسي يعني تقليل لوعا ما تعتقد يعني ما فيه تريتمينت لكن فيه منجمينت في منجمينت بالضبط وفيه فيه بريفنشن يعني فيه مش بس بقاية فيه تجنب من الأساس يعني أكثر فيه أشياء كثيرة بصراحة ما في شيء طبعا يكون بين يوم الليلة أمور تاخذ وقت ممكن تاخذ وقت طويل بس إذا يعني كمثال أوكي فيه أشياء تصير على مستوى لما نتكلم عن الضغوط الوظيفية على مستوى جهة العمل أنه شلون يقللون من الضغط على العامل هذا التدريب الكلام أعطاهم فرصة بالكلام تعبير تعبير على المشاعر فيه بعض الجهات هنا بقطر سوي أوبن دي بعد غير أوبن دي صح أوبن دي بس فيه واحدة من الجهات كانوا مسوين مثل أن الموظفين نفسهم يساندون بعض فكانوا بدين ببرنامج والحين ما شاء الله تطوروا فيه وائد أن يوميا فيه أحد من الموظفين يعتبر هذا خفارة هذا كان كونسلور هو موظف معهم مو أنه أخصائي نفسي ولا لعلاقة بالمجال الصحي ولا متدرب بس يستمع فإذا أي واحد حاسب ضغط نفسي يتكلم يبقى يروح يتكلم وياه ونجح عندهم المشروع فعلا نجح عندهم فيعني مجرد أن يكون فيه أحد يسمع يكون فيه مرونة مشرط بأوقات العمل وساعات العمل يعني طبعا هذا شيء أرجع أقول أنا أشاجع جدا بس على الأقل مرونة بأن الموظف الحني بيأخذ بريك مو وقت بريك بس أنا الحين حاسني أنا محتاج بريك تعطى ربع ساعة خمس دقائق ترى يعني لما الواحد يكون مضغوط جدا 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 خمس دقائق تفرق تريحة مجرد أنه يطلع من المكان اللي هو مضغوط فيه يطلع من المكتب هذا يروح يأخذ لألفه ويرجع مرة ثانية رح يكون أهدأ ارتاح شوية الضغوط اللي في الدراسة مثلا بالمدارس خلق نقول الوعي من المدرسات المرونة شوي بالواجبات بعض المدارس الفروق اللي يكون شوي عندهم بانغة صراحة على قولة مسرحية المسرحيات هذا يقول ايانا بيطلعهم كلهم علماء بالضبط يعني وشري التعليم مبالغة بحضة الأحيان تصير مبالغة يعني سقف التوقعات يا جماعة الخير خلوا الناس تطور شوي شوي حتى الأهل حتى الأهل يعني يعتبرون يعني أنا مرة علي مرة واحدة استغربت من تعليقها أن يعني تبتغير مدرسة عيالها لأن هالمدرسة ما يعطون واجبات وايد ما يعطون فروض طب يعني يمكن أهم نظامهم على حسب المدارس الحديثة أن كل الدراسة تصير بالمدرسة الطفل ما يحتاج يأخذ بيها أي فروض يكملها بالبيت خلص أعطيه فرصة يعني على قولتك وراح يطلع العالم مش غير يطلع عالم هو مو القصد من التقليم مش عن الناس ولكن يعني المبالغة ساعات في المتطلبات أي هذا نجيب ردة فئة العكسية هنا يمكن تفضل يا دكتورة بس كتب يضيف أن يعني أن الناس تكون واعية وتعرف شلون أنا يعني إذا أنا حاسب ضغط نفسي شلون أنا أساعد نفسي لأنه مش شرط اللي يناسبني يناسبك أنت أو يناسب فلان أو فلان أو فلان فكل واحد يعني شن اللي يساعدني أسوي أكثر شن اللي أنا عارفة أن هذا إذا سويته رح يريحني أسوي أكثر في ناس الرياضة تفرق بياهم وايد إذن يركزون على الرياضة في ناس الجانب الروحاني وايد يفرق بياهم وفي أدلة طبية على أهمية الروحانية في العلاج النفسي فيرقزون على هذا أكثر فكل واحد يشوف شلين يناسب كل واحد هم ميولة وما مناسب له ولكن خلتكلم شوي عن جودة النوم أيضا وعلاقتها يعني الإسلام تكون عنده مشاكل نفسيا أكس مثل بطريقة سلبية على جودة النوم أيضا نعم نتكلم عنها شوي النوم يعني طبعا أنا أنا ما أقصد السليب أبينيا لا أتكلم السليب أبينيا بشكل عام أو حتى البرسليب كوليتي مش رتو كون ديسوردر يعني إذا واحد يعني وايد أسمع اللي يقولولي أنا أربع ساعة ونص نوم تكفيني ويفتخرون فيها وهذه مشكلة هذه مصيبة مصيبة يعني يعني تعرف قلة ساعة ممكن أنا الحين بعز شبابي أحس أنها خمس ساعات نوم تكفيني بس في لها خطورة مو بس وقتها حتى على المدل حتى على فترة الاجين بروسس تصير سريع الاجين بروسس تصير سريع بالضبط الألزايمر مرتبط في إضطرابات النوم وفي أبحاث كثيرة عليه أن قلة النوم ممكن يكون ريسك فاكتور للألزايمر قلة النوم أعتقد أنت ذكرت منه شوية أن السمنة زيادة الوزن قلة النوم وأمراض كثيرة ثانية حتى الأمراض التي هي الأوتو أميون ديزيزز والأشياء هذه كلها كلها لها علاقة بقلة النوم لو مو بس قلة النوم كعدد ساعات أحيانا الكواليتي جودة النوم يعني ممكن أنام ثمن ساعات بس أنا كل ساعة كل ساعة ونص قاعد أقوم من النوم هذا أيضا يأثر على التركيز يأثر على الذاكرة يأثر على الحالة النفسية والحالة الصحية فيعني جودة النوم مهمة جدا وهذا يمكن لليدكتورة يعني يجي أيضا في ترتيبات العمل الملنى يعني دائما للأمهات خصوصا لديهم موليد جدد تكون عندهم جودة النوم يعني صعبة جدا للأمانة لأن كل ساعة ونص ولا كل ساعة حسب الطفل في أول ستة شهور هذه تكون يعني مثابة يعني إعادة مرة ثانية الأم إلى مرحلة من مراحل العناة ولكن هو اختبار وامتحمل رب العالم من صراحة ولذلك يجي مفهوم أيضا جودة يعني تفهم العمل وبيئة العمل في عملية المزاوجة بالله هذه موظفة ممتازة ولا هذا موظف ممتاز وكذا نحاول نحن نساعدهم ونخلي الناس نحتويهم يعني معانا تكون عندنا قوة عاملة فعالة يعني في الدولة تقدري ذكرتني لما رجع على بنتي يعني كنت والدة يعني أحيانا تروح علي نوم أو أتأخر الصبح أو كذا فأتذكر واحد من الاستشاريين اللي اشتغلت فيها أنا كنت طالبة من أذن أن أروح أطمن على بنتي وأنه يعني أختصر وقت الغداء بدل ساعة أخلي نص ساعة بس مرتين فقال لي شوفي تابين تاخذين ثلاث ساعات تابين تطلعين قبل نهاية الدوام ساعتين تابين يتين متأخرى ساعتين على الدوام كيفتش أنا المهم عندي أن المرضى اللي لازم ينشافون أنت شفتيهم والشغل اللي عليك باليوم هذا أنت خلصت كم ساعة دوام تخلصت فيها الشغل ما يهمني فهذا فعلا يعني فرق معاي و تعرف يعني ترك أثر مو بس أنا بديت يعني كبير أثبت له أن أنا قد الثقة اللي أنت قلتها الكلمة اللي أنت قلتها والثقة اللي عطيتني إياها وراح أخلص شغلي وأكثر حتى فبديت أزيد من إنتاجيتي وأزيد من شغلي بس بنفس الوقت شلتها معاي هذه لغاية ما أنا صرت مسؤولة عن ناس تحتي وبديت أطبق مياه وهذا التعلم الفعال وهذا التعلم الفعال الموديلينج أنت شنو الأشياء الإيجابية وتطبقها على الثاني فعلا ما يتفرق نعم لمكن الموضوع اليوم هو شائك ومتعدد الأطراف الصراحة لما نجي أنت كان الصحة النفسية نجي على مسألة الزواج الأبناء على بيئة العمل ولكن اليوم يمكن نصل بهذا الموضوع إلى خلاص دكتور أن الكل يمرض في يوم من الأيام ولكن كلمة أو الصفة التي تطلق لما أنا بروح لك دكتور نفسي أو خصائي نفسي ترى أنا مش مجنون أنا محتاج إلى مساعدة مساعدة مهنية متى ممكن يلجأ هذا السؤال مهم جدا متى ممكن يلجأ الإنسان إلى المساعدة النفسية أو المختصة من قبل المختصين باختصار إذا حس أنه أو شاف أنه مقادر يساعد نفسه ولا اللي حوالينا قادرين يساعدون لأن هذه تعكس حدة الأعراض اللي عندها ولكها مستوى متقدم جدا مستوى متقدم معظم الناس يعني الغالبية العظمى إذا بتخيل المرض النفسي كهرم قمة الهرم بس وهم اللي محتاجين يروحون لمختص الأغلب الكلام مع اللي حوالينهم أصحابهم زملائهم بالعمل اللي عندهم ضغوط بالعمل الأهل الحوار مع الثانيين يقلل جدا 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 ويعالج بأوقات كثيرة وخلاص تروح الأعراض إذا استمرت شوية يدور المعالج النفسي المعالج ما يحتاج يروح لطبيع يعني أنت أشرت الموضوع اليموشنال سبورت أول شيء اليموشنال سبورت هذا كخيار أولي هذا أول شيء بعدها إذا ما ما ساعد أو الأعراض اللي عندها كانت أقوى من أن محتاج تدخل أكثر إذن العلاج النفسي لحالات كثيرة ما أقول كل الحالات ولكن مثلا حالات الاكتئاب حالات القلق حالات الوسواس القهري الفوبيا الخوف من الأشياء معينة وكذا هذه دور العلاج النفسي اللي يكون ماشي الصح وعلى أسوص صحيحة يعادل دور الأدوية بحالات كثيرة نعم ولكن في بعض الأحيان يحتاج الميديكال انترونشن بعض الأحيان يحتاجون الميديكال انترونشن يحتاجون تدخل طبي يحتاجون أدوية متى لما الأشياء الثانية مثل ما قدت ما تساعد أو لما تكون الأحراض بدأت تتأثر على أدائهم سواء بالأسرة بالبيت بالعمل مقادر يكون شخص فعال ومنتج مقادر يعيش حياته بطريقة طبيعية إذن أنصح أنه يروح مختص الدكتور يعني أنت تكلمت لموضوع الذهاب إلى المختص ولكن الواحد ليش يوصل إلى هالمرحلة مش كأنه ممكن نستنتج من الكلام التي تفضلت فيه الكبت هو واحدة من المشكلات النفسية التي عند الناس التي تجليهم يبدأ هو يصارع مع نفسه ويبدأ له حديث النفس السلبي يوطيح في مشاكل استنتاجات الخاطئة الغير مقرونة بحقائق وأدلة وبراهن أكيد بس أبي أركز أنه ممكن للأمراض النفسية يعني في أمراض معينة الذهان والأشياء الثانية لأنه لازم على الأطول يروحون مختصين بس القلق والاكتئاب بالأمراض هذه والكبت أكيد واحد من أهم العوامل التي فيها ومعظم الأوقات السبب الأساسي للكبت أن ما يقولون عني إذا عرفوا أن أنا مكتئبة إذا قتلهم أنا حزينة ما يقولون عني إذا قتلهم أنا خايفة وقاعد حاتي أشياء للحماة صارت الخوف من كلام الناس الخوف من النظر السلبية من الوصمة اللي مرتبطة بالمرض النفسي والأعراض النفسية هذا يخلي الواحد ما يتكلم الخوف من أنه مثلا في مجال الشغل الخوف من أنه ينظر للموظف على أنه غير كفء وضعيف كشخصية فبالتالي وغالبا هذين يعتقدون أنهم الوحيدين اللي قاعد يمرون بالأعراض هذه كثير من الناس يعانون منها مستحيل أكون أنا قاعد أشتغل بمكان وقاعد أعاني من ضغط نفسي بسبب الشغل وكون أنا الوحيدة استحالة لا بدنا فيه لكن طريقة التعامل مختلفة طريقة التعامل أنت ذكرتني في موضوع يمكن أننا درسناه سابقا ونت تذكرينه دكتورا ميكانزمات الدفاع حق سيغمونت فرويد أي العلامات التي تطلع منها هو واحدة من النظريات المهمة الصراحة التي تؤثر إلى هذا الموضوع كيف الإنسان يمكن أن يبدأ يتأقلم مع هذه المواضيع ولكن الكابت مهم جدا التعامل معه لأنه يظهر للإنسان يعني هو مشكلة إخفاء المشاعر حتى الزوج مرات ما تدري هذا وهو ما يدرهيش فيها ويقول حتى الشاعر في هذا السياق يمكن لا تحسب النرق صيب بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من شدة الألم فهذا مصيبة هذا طامة كبرى ولكن هل في أعراض يعني خلنا نتكلم على السمتمالوجي هل في أعراض معينة نقول للناس الغير مختصين أنه مثل ما طلعت هذه الأعراض على شريك حياتك معنى أن يحتاج إلى مساعدة مش نقول تدخل ولكن مساعدة أوكي هو بالذات مع القلق والاكتئاب الأعراض الأساسية التي تكون ملحوظة لما يصير فيه اضطراب بالنوم وفقدان الشهية إذا مثلا لاحظت أن طرف الثاني الزوج أو الزوجة بدوا ما ينامون معنى كان نومهم عدل يتقلبون كثير على ما يدرون ينامون هاي واحدة من أعراض القلق يقومون الصبح مبتشر من الفير أو قبل الأذان مثلا قاعدين ومقادرين يرجعون ينامون مرة ثانية هاي واحدة من عراض الاكتئاب ما قاعد يأكلون مثل ما كانوا يأكلون ما يشتهون عدم الاستمتاع بمتاع الحياة عدم الاستمتاع بالأشياء اللي عادة كانوا يستمتعون فيها يعني مثلا اليدة ما قامت تستانس لما تشوف أحفادها لما يدخلون عليها هذه مؤشر في شيء معادي لأن الطبيعي أنها راح تفرح وتستانس أهم شيء إذا صار فيه تغيير ملحوظ أعتقد ساعتها أفضل أنها يلجأ للعلاج يعني بأسوأ احتمالات وهم ما عارف وين يروح خلوا يروح حق لو راح حق المختص المختص ساعتها يقدر يقول له هل محتاج جدوى أو محتاج علاج نفسي أو محتاج استشارة وغيرها ولكن أيضا لما نجي نتكلم عن هذه المواضيع أيضا يعني الذهاب إلى المختص الصحيح أعتقد يعني واحدة من الأشياء يعني أنا كنت مرة مع أحد الدكاتورة دكتورة هاشم السيد يعني ما شاء الله هو يعني قام وهام في مجاله أعتقد يعني قال كلمة جميلة جدا صراحة الواحد ممكن يبدأ أول شيء من طبيب الأسرة البعض من الأعراض وانت أخبر دكتورة ولا يفتوى مالك في المدينة البعض من الأعراض يمكن تكون مدعاة إلى مشكلة عضوية صحيح فهو يمكن يتنبه وهو ممكن يشير إلى طبيب نفسي أو خصائي نفسي هو الصح أن أول شيء فعلا يروح لطبيب الأسرة يعني كثير من الدول أصلا المدخل إلى الطب النفسي يكون عن طريق طبيب الأسرة ما يي من نفسه لأن الطبيب الأسرة هو اللي تكون يعني عنده القدرة أنه يميز هل هذا عنده مرض نفسي أو لا محتاج تدخل نفسي أو لا ممكن تكون ممكن تكون ممكن يقدر يساعده خلاص تمت بالحي المراكز الصحية عندهم حتى أخصائيين نفسيين عندهم يعني نعم يمكن أيضا يعني واحدة من الأشياء المهمة يعني لما أنجي نقول حق الناس طيب يمكن هذا السؤال شوي تريكي صراحة وجدلي نوعا ما وأنا أزعم أنه مثير للمشاكل والجدل عند اختيار شريك الحياة لما أجي مسألة طيب لنفرض أنه مثلا هذا راح يتزوج وهو يعاني من الاكتئاب طيب الآن هل شريك الحياة فعلا له يعني الحق أنه يعلم أنه يعاني من الاكتئاب ولا لا والآن درجة القول يعني درجة قول الحقيقة هنا بعد ترى صراحة لها تكهنات في هذا الموضوع لأن ليش ممكن ما في استيعاب لهذا المفهوم فممكن يقولك والله هذا مريض نفسي ولا هذا مجنون يعني فنتكلم في هذا الموضوع الحساس جدا والبالغ الأهمية حساس جدا تسألني تدخل بمشاكل أوكي أنا نحق وراي بصراحة نعم أوكي باختصار أو بصفة عامة نعم أنا ضد فكرة أن شخص آخر هو اللي يقول أو يعني يكشف سرية المريض هذا ويقول حق الطرف الثاني يعني سواء زوج المستقبل أو زوجة المستقبل أن ترى هذا عنده أو هي عندها اكتئاب أو قلق أو أي مرض نفسي ثاني نفس الوقت يعني أنا عارفة أن الموضوع شائك ومعقد وصعب لأن يدخل فيه حتى الجهنب الشرعي يدخل فيه الجهنب الشرعي ويدخل فيه الحقوق القصص اللي أسمعها من الأطراف الثانية أنه والله أنا ما كنت أدري أنه عنده مريض أنه عنده مرض نعم ودائما قاعد تصير لأنتكاسات وقصص تطلع وممكن ينظر الزوج أو تنظر الزوجة بس يظل برأيي أنه يعني حتى مع القصص هالمعظم المشاكل الزوجية اللي تصير هي بسبب المرض النفسي أو لأسباب ثانية ما أعتقد أنه أغلب أسباب المشاكل الزوجية المرض النفسي ولكن الجزء منها يدخل فيها الموضوع جزء منها بس لأي درجة الجزء هذا فإحنا إذا ما عندنا فكرة ليش أعلق المرض النفسي شماعة وأحملة مسؤولية المشاكل الزوجية اللي يتصير نفس الوقت أشجع اللي مقدمين على الزواج أن يكونون صريحين يكون صادق بأسلوب بالكلام تعرف يعني لما أقول حق أحد أنا ترى بنتي عندها أو مرت باكتئاب أو ترى ولدي مرت باكتئاب بالطرف الثاني هو مو فاهم شنو القصة وهذا اللي حلو نخاف منه بس لما أشرح له بأسلوب أنه مرت بحالة يعني تعب شوية فترة وما قام ياه كلما أعرض أنا أعراض الاكتئاب بس مشارط أقول كلمة مرض نفسي يعني الكلمة تخوف تخوف نعم لغاية ما يزيد البعي وساعتها يصير فيه أطمئنانا أكثر صحيح ولكن أيضا يعني من جانب آخر هناك ناس تدعي أيضا أن تقول أنا والله من حقي ترى أنا بنتي وأنا لازم أتأكد أنه اللي ما أخذها الرجال وكفوه نعمة لكن هنا أعتقد الإشارة الخوف والتخوف من عند الناس ما يتكلمون في موضوع صراحة اللي هو القلاق الاكتئاب الفوبيا الأمور هذه البسيطة لكن يتكلمون في موضوع اللي هو سايكوسيس الذهان سكيزوفرينيا البيبولر البيبي دي هذه الأمور اللي هم يتكلمون فيها فهني أنت تجيين تقولين أنت تعرفين دكتورة يعني أنت تقولين هنا الجانب يستحق أيضا يمكن يكون في مفاضلة في نوع الحديث وطرح المعلومة فهو الموضوع جدلي صراحة يكون صعب جدا جدلي وصعب ولكن هذا اللي خفهم منهم لأنه هم يعني الشخص هذا اللي عنده فصام نعم هل ما لحق لنا يتزوج ما لحق لنا يهيش حياته ونحن نرد حق موضوع الحقوق والوجبات بالضبط بعدين هم ندخل بموضوع أنه قاعد يحاول لكون حذرة باختيار كلماتي أنه هل احنا راح نكون قاعدين نسوي تصفية وهذا اللي احنا نخاف مننا أنه تصير تصفية عند الناس أنه هذا يصلح هذا ما يصلح هذا يصلح هذا ما يصلح هذا يحق لأنه يتكاثر هذا ما يحق لأنه يتكاثر منه احنا عشان ناخذها القرارات هذه اجتماعيا لأنه طريقة الزواج عندنا هو الزواج التقليدي على طريق الأهل ما يكون فيه تعارف ما يكون فيه كذا بس حتى من الجانب الشرعي فيه فرص للتعارف صحيح في أطناء الخطوة الشرعية بالضبط بالضبط يعني خلنا نركز على هذه اللي عندها أمراض أصعب أو أمراض متطورة أكثر سواء نفسية أو غيرها رح يبين نعم ورح يبين بسرعة ما رح يطول وايد على ما يبين صحيح ولذلك فترة الخطوة تكون فترة التأني أنا دايما صراحة أز أحنا نجس يعني خطبة شهر خطبة على طول زمان بسم الله بتلاحقوا شوفي هم يقولون يعني إذا أنت إذا شفت الأم يعني يقال ما أدري إن شاء الله ما تحسب عليه يقول لك إذا أنت خذت الأم وهي إذا خذت البنت عفوا والأم كانت فرحانة واجد معنات أنت خذت البنت اللي فيها المشاكل وإذا شفتهم يصيحون عليها معنات أنت أخذت أحسن واحدة فيهم هذا طبعا إن شاء الله ما تكون عليها يعني نسولية ولكن واحدة من الأشياء كل يبتدي يمثل ليه صحيح هذه واحدة من الأشياء اللي الواحد يعني يتمر عليه من باب الدعاء بصراحة قرأتها في أحد الأماكن ولكن اليوم نجي نقول أن يعني صراحة نتمثل في الشيء يعني كمال الإنسان في نقصة لذلك يعني حتى شوفي أنت اختبارات الصبر يمكن هذا اللي خلينا نقرب نختم البودكاست يعني اليوم يعني الصبر مطلوب فيه العلاقة الزوجية لأن أول شيء جمال المرأة يذهب غنى الرجل يختلف والقوة وكل شيء كل شيء لسنة الحياة فلنا في قصة أيوب عليه السلام يعني قصة صبر عجيب جداً والابتلاء وهي أول من بعد ظفيرة في التاريخ علشان نجيب الأكل حق من حق نبي الله أيوب فكيف نعلم الناس الصبر اليوم يعني حق المتزوجين هو جزء من تعليمهم تحمل المسئولية وجزء كبير منه الموديلينج يعني لما نعلمهم مشرط يكون أنه دورات وكورسات وكذا لأنه يعني تفيد ما أقول أنه ما تساعد وتساعد وتفرق كما قلنا في البداية بس فيه ناس يحضرون لمجرد أنه شيء الزامي يعني فهو يحضروا قاعد على تليفونه ولا قاعد يسولف ما يتخل من الأذن يطلع من الثانية بس الأهم هو أنا كأم شنو المثال اللي قاعد أحطه أزرعه في عيالي في بناتي وأولادي كقدوة كأب شنو المثال اللي قاعد تزرعه في عيالك لما البنت تشوف أن أمها ما تتحمل على أقل شيء يتعصب إيه راح تصير نفس الشيء ومع تطور الأجيال الأهم يمكن تعصب بس متحمله وساكته بينما البنت راح تعصب وتطلب الطلاق لأن جيلها اختلف شوية فكل ما لو يصير أسوأ فالموديلينج أعتقد وائد 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 مهم أرجع أقول الجانب الديني تعزيز الجانب الديني الوازع الديني الحقوق الشرعية الواجبات الشرعية التفاهم بين الطرفين ومن البداية أعتقد أن يكون فيه نقاش بين الزوج والزوجة أن شنو التوقعات أنت شنو متوقع مني وأنا شنو متوقع مني أسم الخطوط العريضة للحياة الزوجية مهم جدا يكون فيه تفاهم أين المشاكل تصير الدكتورة للأمانة في الزواج تصير في المسال العاطفية وتصير في مسال الإنفاق هذه الأشياء الماديات فإذا لما تكون الخطوط العريضة موجودة أعتقد أنه ممكن أن يسير هذا القارب إلى بر النجاة أعتقد أن هذا يتفضل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المسألة ولكن أنا أخذ الجواب منك كسهيلة بدون دكتورة ومنني أنا كخالد كخالد بدون دكتور كرجل وكمرأة هل تعتقدين الآن لو راحت المرأة أخبرت بسر ولا بمشكلة لأهلها ومن باب الإصلاح وهي عندها حسن النية في هذا الأمر هل راح يتم تقبل الموضوع عند الزوج بهذه الطريقة ولا لا المساج اللي بيجي شنون بيوصل بصراحة مشرط لأنه يعني مو كل مشكلة تصير لي مو كل عدم تفاهم أو سوء تفاهم صار مع الزوج أروح أقول لي حق أهلي أنا كل ما أنقل حتى لو مرة مرتين مدائما بس لما أنقل شيء سلبي بالذات أول مرحلة الزواج الانطباع الأولي اللي عطيته لأهلي عن زوجي صار سلبي خلصوا الانطباع الأولي هذا صعب أنه يتغير بالضبط فلا أنقل لهم صورة سلبية عنه بالعكس أنا دائما أبين لهم أنه هو ما يقصر معاي إلا إذا فعلا كان يمد إيده كان يبخل بخل شديد يعني في حالات اللي تصير توصل إنه خلص محاولاتي أنا أنه أحل الموضوع بينه وبينه أتفاها معاه باءت بالفشل ساعتها ممكن أكلم شخص واحد وشخص أنا أثق فيه يكون يخاف الله وحكيم ويخاف الله وحكيم نعم أنا هذا اللي أبي أبوه لليوم يمكن أنا قصت يعني ما قصت في هذا الموضوع لأثير يعني نقطة مهمة يعني مسألة أيضا تحري الدقة من الأشخاص لأن مشكل ناصح إنسان يريد يعني الحق أو إحقاق الحق فقد يكون ناصح على هيئة حاسد على فكرة لأن حتى يعني هذا الأمر تقرر في إبليس يوم نصح آدم عليه السلام فهذا كان جاء الحسد على هيئة نصيحة ولذلك يعني الإنسان يختار من الشخص اللي ممكن يلجأ له لما يستوجب منها النصح يكون حكيم وأيضا على الموامع الحكيم هذا الجزء من حكمتها أنه يسمع من الطرفين أحسنتي مو من طرف واحد لأن كل واحد يقول وجهة الله كلنا فيه دفرنت فيرجين أو في ستوري بضضط بضضط أهل السوري هستم سايت أنا بختم في هذا الموضوع لو بطلب منك نصيحة أخيرة ممكن أن هذه النصيحة تكون بمثابة رأي ونابع من خلفية طبية كبيرة جدا كيف ممكن تستقر الحياة النفسية للمتزوجين كيف ممكن أن تستقر الحياة النفسية للمتزوجين مع عين الأتبار في مغبات ومطبات في الحياة ونحن نبي مكروب مع بعض كذا شاء الله نعم يو بالي على طول رح أقول لك أول كلمات يا تب بالي يالله سويلت بروجيكتف تيست بروجيكتف تيست بضضط مشكلة لما قاعده مع سيكولوجست المودة نعم الصبر خوف الله ونعم بالله لما كل واحد يخاف الله بالشخص الثاني بالطرف الثاني لما يكون فيه مودة وفيه تحمل ننسى المثاليات ما فيه أي أحد بيرفكت أنا لا أتوقع أن زوجي يكون بيرفكت أنا نفسي أستحى لا أكون بيرفكت صحيح فلما يكون فيه تقبل أن يمكن فيه أشياء أنا معاجبتني بس أكيد أنا بعد فيني أشياء ومعاجبتها ونوصل للوسط نقطة اتفاق نقطة اتفاق الله سبحانه وتعالى الشي يقول ولا تنسوا الفضل بينكم إذن هذه يمكن يعني سنة الله سبحانه وتعالى في كونه ودائما فيه هناك اختلاف والاختلاف صحي أنا أشكرت على وجودك اليوم معي الدكتورة الله أحبك أشكركم على الاستغافتي وإن شاء الله بإذن الله تقول لنا أيضا لقاءات أخرى متجددة معاك كنتي ضيف شرف كبير على يعني بودكاست ليتعالى نشكرا يا دكتورة على تلبيت هذه الدعوة الكريمة شكرا جزيلا الاستغافة الله عفو الله يسمح مش مشكور شكرا